من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقان كي يعيش العمر باطمئنان بين هدي نبيه والقرآن بالرحيق العلم والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان الذي يتيكم كل يوم من عدى الجمعة والسبب من الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة فمرحبا وأهلا وسهلا بكم وأسأل الله جل وعزة وتقدس أن يجعلوا وإياكم من أولياء الصالحين وعباد المتقين سؤال نسأله لكم الحلقة اليوم شوي متعبة صعبة شوية يعني ربما نتكلم بفلسفة صلوح التعبير فأريد منكم توظيف العقول معي بعيدا على العاطفة نحن اليوم سنتكلم بمنطق وسامحوني يوجد لعثة في الكلام سنتكلم اليوم بمنطق فأرجوكم أن تبقى العقول معي دعوا لعاطفة ما تعريفوا الزمن شو الزمن شو الزمن يا شباب كل يوم حنا الزمن نحتاج أكثر من الهواء والماء هل الزمن يتوقف زين الزمن بماذا مربوط هل هو مربوط بالشمس ليل ونهار ولا مربوط بس بتعداد الحياة بماذا يربط إذا ربط بالشمس يعني مثلا أشرقت الشمس غربت الشمس ويش هذا اسمه نسميه نشرق غروب يوم نص يوم صح زين لو حبست الشمس هل يبقى الزمن يجري لو وقفت الشمس يبقى إيه يجري دليل الأعور مسيح الدجال لما يخرج يحبس الشمس عام صح فقالوا يا رسالة كيف نصلي قالوا أقدروا قدرها أليس كذلك فإذا يبقى الزمن يجري ودليل أن يوم يحبس الدجال الشمس عام في السماء فيه ناس حتموت وناس حتنولد إذا الزمن يجري ولا لا ودليل النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدير الصلاة دل على أن الزمن يجري مثال هذا عندنا الآن في القطب الشمالي عندهم شروق وغروب ها إما ست شور ليل وإما ست شور نهار إذا ست شور ليل ست شور نهار ما يصلون في نهار يعتبرونه يوم ولا يمشون معه ويقدرون وقت الصلاة إذا ما فيه ما يغيبه صح أو لا برمضان مثلا فيه دول ما تغيب الشمس ست شور مثلا أنا بالقطب الشمالي ما تغيب عندي الشمس ست شور كيف أصوم شو أسوي ها وقدر تقديرا أليس كذلك أو لأقرب دولة إذا زمن هنا نستدل ما هو مربوط بالشمس سوى القمر إذا عندنا تعداد الزمان جريان الزمان علينا هي أحداث هي أحداث تجري علينا شئنا ما بين و حياة تمضي بنا أنا سأسأل السؤال وهنا المقدمة التي سأدخل بها من من يوم الأيام جلس و تذكر والله أنا كان رصيدي مليون في سنة 2017 كان رصيدي عشر مليون و تبسم في حد يسوي هذا أم يذكر أنا في يوم الأيام جلست سهرة مع أصدقائي كنا نلعب بلايستيشن و ضحكنا و حتى سكب العصير على زميلي و اضطر من و نبتسم الزمن هي أحداث جميلة في الذاكرة هي التي ترجعنا للماضي الإنسان في ذاكرته على أمرين إما ذاكرة موجعة فتبكيه أو ذاكرة سعيدة فتسعد هذا الإنسان نحن لا نتذكر تلك الأرصدة في البنك التي مرت علينا و ربما لا نتذكر أحيانا مواقف مرت علينا من من يذكر أو الله وقفت على الإشارة ضوئية إلا إذا جرى فيها حدث إما محزن أو مبكي أعطيك مثال في السنة كم ساعة تقف مجموع وقوفك في العام لتعبي بترول بنزين في لغة بلاد الشام بترول كم 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 تتوقع في السنة كم مجموع ساعات وقوفك تعبي بترول في السنة كم ساعة ساعة تعبي بترول شو سيارتك نوح أنتا ولا أسبوع حرام عليك معدل السنوي لوقوفك تعبي بترول في سيارتك يتجاوز الثمانية وعشرين ساعة ومنهم من قال ستة عشر الساعة يعني تصور يوم في السنة يضيع شو؟ لماذا يضيع اليوم؟ قول أربعة وعشرين ساعة الحل المتوسط الحسابي يضيع لماذا هذا اليوم في السنة؟ تعبي بترول من منكم يذكر والله أنا وقفت بترول وعبيت الله حلو كان شعور طيب حدي يذكر هذا الشي؟ رغم أنه أربعة وعشرين ساعة أنت تقف في السنة تعبي بترول أربعة وعشرين ساعة حدي ذكر هذا الموقف؟ ليه؟ لأنه غير مرتبط بحدث إما محزن أو مبكي أليس كذلك؟ غير مرتبط بأحداث فلهذا نحن الزمن عبارة عن أحداث تجري علينا من؟ هل تعلم الإنسان كم ساعة يقضيها أعزكم الله في الحمام في السنة؟ وش رأيكم؟ أنت تفكر شو الحمام؟ كم؟ متوسط الحساب للإنسان أقل إنسان أنه يحتاج لبيت الخلاء في اليوم خمس دقائق للخلاء لقضاء الحاجة أقل إنسان أي ما يعادل في الشهر مئة وخمسين دقيقة يعني المعدل ساعتين يعني في السنة ساعتين بـ 12 كم؟ ساعتين بـ 24 ساعة يعني كم يوم أنت تخسر في الحمام؟ 24 ساعة يعني يوم كامل 24 ساعة وشيش البترول 24 ساعة لهي البنزين هذا كم يوم خسرت في السنة؟ يومين خسرت بأشياء ممحوة من الذاكرة الحقيقة يعني أمس أنا لو سألتك متى دخلت الحمام أمس؟ ممحية من الذاكرة لو سألتك متى عبيت بترول قبل ثلاثة أيام فأي شاشة بترول؟ ممحية من الذاكرة إذن نحن أحداث التي نجري بها في زماننا ليس كل ما يجري به نعملها سيف أليس كذلك؟ إلا إذا ارتبط بحدث لهذا العرب ارجع معي للعرب كيف كانت تؤرخ الأعوام؟ كيف؟ كيف العرب كانت تؤرخ الأعوام؟ من يعلم؟ حسب القصة الحدث عام الفيل لماذا؟ أبرها وش سوى؟ أليس كذلك؟ فربطوا أعظم حدث حتى ما تنسى العرب لما مات عام الحزن حتى لأن العرب ما تنسى فكان ربط الأحداث عند العرب ليس أرقام الأرقام الآن لتسهيل الحفظ ليس إلا كانت تربطها بالأحداث لأن ذاكرة الأنسان بالحدث مرتبطة بالزمن وليس كل زمن يجري علينا يذكر أعطيك مثال كم كم اسمع هنا الصدمة كم يوم ينام مجموع نوم الإنسان في السنة؟ كم يوم؟ ها؟ كم يوم؟ شباب كم يوم؟ مئة وعشرين يوم في السنة مجموع نومك الإنسان المتوسط يعني المعتدل مئة وعشرين يوم أنت مئة وعشرين يوم فقط في السنة تنام ثلث السنة أنت نوم وعندك يوم كامل في الخلاء ويوم كامل في أشهد البترول مئة واثنين وعشرين سنة ناهيكة عن يوم تسرح يوم جالس ما عندك شيء يوم تطالع الموفي حتى الأفلام نحن نذكر الأفلام يوم أن أذكر لك ويش أجمل فيلم شفته ويش أجمل فيلم شفته والشباب ها؟ حين أنت ذاكرتك على فكرة أنت كل يوم تشاهد فيلم كل يوم بس ذاكرتك ترتبط الآن أنت تحاول تذكر فيلم أثر على عاطفتك أو على عقلك سواء سعادة أو حزن تحاول تذكر أفلام أثرت عليك لهذا لو أسأل أي إنسان فيكم ويش أكثر فيلم أثر به ستجد أنه سيرجع لعاطفة فيلم حرك مشاعري فيلم خلاني أبكي فيلم خوفني رعب فتجد التصنيف يبدأ عندك في العقل لأنه ينظر العقل ما الذي أثر به في هذه اللحظة فنحن الزمن عندنا يا سادة أحداث نقوم بتأصيلها لهذا أجمل ذكرياتك هي أكثر الذكريات التي أثرت بك التي كان فيها حدث لهذا نحن نتذكر أمور أحزنتنا كثيرا وأمور أسعدتنا كثيرا وأمور آلمتنا كثيرا نحن نذكر ألم ربما أسنان نذكر أنا والله سن لما أي إنسان صاب ألم سن تقوله والله عندي وجع سن تشعره إيه؟ شو يصير فيه؟ يتأثر معك كل إنسان يذكر حفلة تخرجه من الجامعة كل إمرأة تذكر حفلة زفافها حتى لو طلقت بعد حين قال أنا كان عندي حفل زفاف وكذا وطلقني تذكر حفل الزفاف بالتفصيل الممل كل أم تذكر حادثة الولادة لأبنائها أنا ولدت ابني فلان في مستشفى كذا صح ولا لا لكن ما تذكر الأم مثلا أنا ذهبت لمستشفى كذا من أجل ربما أنف من أجل عين ما تذكر لكن تذكر ولدت ابني فلان في مستشفى كذا وابني فلان في مستشفى كذا حتى الأب يذكر كل اللحظات الجميل رغم الأب أكثر انشغالا لكنه يقول أنا والله بشرت بابني فلان وأنا كنت كذا لنؤثر في سعادة إذن الزمن ألخص لكم ليس مجرد عداد يمشي علينا ثواني تمشي علينا ولا عقرب الدقائق الذي يتعدانا ولا الساعات التي نعدها الزمن عبارة عن أحداث أثرت في جنباتنا أثرت في مشاعرنا في قلوبنا لهذا أجمل اللحظات دائما ربما تكون قصيرة أو حتى طويلة تلك التي ضحكنا بها لهذا الإنسان في دراسة الإنسان يمين للذكريات التي تسعده أو الحزينة شو رأيكم التي تسعد دائما الإنسان إذا أراد أن يفتح ملف الذكريات يفتح الأشياء التي تسعد لهذا أكثر الناس طولا في العمر أكثرهم سعادة أكثر الناس طولا في العمر أكثرهم سعادة لأنه دائما ما يبهج قلبه في ملف الذكريات الموجود عنده لهذا يجب عليك أن تحاول أن تسعد نفسك نحن لا سعادتنا ليس في حسابنا البنكي تقول أنا والله كان عندي في سنة 2017 خمسة مليون وليست سعادتنا ربا بما تجني من مننا يذكر كلنا عندنا أراضي صح؟ من مننا جالس يوم مهموم هي أنا عندي أرض وتبسم ها؟ حد يسويه؟ لا لكن تذكر والله أنا ابن عمي في يوم من الأيام تخاصمنا وتبسموا تذكر الأحداث الجميلة عمره ما كان المال يصنع الذكريات وجمود المال ما يصنع الذكريات تحرك المال لإسعاد الناس هو الذي يصنع الذكريات كم مرة سعت أناس إلى الآن تقف تقول يا رب ترى أنا سعت فلان يا رب نجني من هذا الموقف لماذا؟ لأن لو المال جامد لن تستفيد منه تحرف تعريف المال أعجبني قرأت في تعريف المال أحد الصحف البريطانية قامت بأحد الصحف بإنزال مسابقة عرف المال تفوز حوالي بألف يورو كذا ألف جنيه ما أدري عرف المال أنا بسألكم شو تعريف المال الشباب؟ شو تعريف المال؟ عرفوا المال كلكم طفرانين ولا نابلين؟ ها؟ ما كلكم خايفين؟ وش المال؟ قيمة نقدية ها شيخ؟ وسيلة ليه؟ ترى السيارة وسيلة وسيلة للحياة؟ الماء وسيلة للحياة فاز رجل مصري بتعريف المال رجل مصري في الصحيفة البريطانية فاز بتعريف المال كتب المال جواز سفر عالمي يتيح لك السفر لكل البلدان إلا السماء السماء لا تستطيع تخترقها في المال يتيح لك السفر لكل البلدان إلا السماء ويمنحك كل شيء إلا السعادة هذا تعريفه فاز أعجبني تعريف أفضل أحدهم كان عرف المال يقول المال ذاك الصاحب السيء الذي لا ينفعك إلا إن فارقته من أفضل عندكم؟ ها؟ ها؟ الثاني يقول المال هو ذاك الصاحب السيء الذي لا ينفعك إلا إن فارقك أو فارقته تصور فليهذا أنتم الزمن يجري علينا يحتاج للسعادة إحنا كل يوم نضيع وقت هذا إحنا حسبنا النوم وبيت الخلاء وتقف عشيشة البترول كيف لو أحسب لك وإنت تشرب قهوة والسرحان ها؟ كيف لو أحسب لك وإنت ماسك الواتس أب وتشوف وتقرأ كيف لو أحسب لك كنت تتابع الأخبار كيف لو أحسب لك كنت تتابع وسيم يوسف ما عندك سأل مثلا كم إذن كم في السنة نخرج أيام فعلا عشناها تعلم أنا أتوقع كل إنسان وشي لساعات العمل أتوقع عمارنا الحقيقية في السنة لا تتعدى خمسة أيام أتوقع أتوقع كل سنواتنا نوم عمل تعب مشقة أما الأحداث السعيدة التي نحبها لا تتجاوز خمسة أيام ودليل ذكريات تعرف أنا أحد جلست مع أحد الإخوة قال لي تعال أحسب لك عمرك لو عشت ستين سنة كم من الساعات الفعلية اللي عشتها قلت له ستين سنة قال أوكي شيل شيل نوم نوم مع أكل مع شرب مع الله يعزكم حمام كذا كذا شيل كم من ستين سنة كم مع نوم مع أكل مع حمام مع كذا مع شيشة بترول كم نشيل كم تقولون قل ثلاثين لأنه أصلا ثلث نوم لوحدة قل ثلاثين كم بقي من العمر كم بقي ثلاثين عام أليس كذلك إن زعم قبل البلوغ خمسة عشر عام خمستاشر سنة بقي خمستاشر سنة هذه الخمستاشر سنة هي التي تعمل بها وتنتج بها وتذهب بها بالطرقات وهي التي تجهز فيها مع الزوجة ومع الأب ومع الأم مع الأم خمسة عشر سنة كم حدث يخرج من خمسة عشر سنة يستعدك هذه حياتنا لهذا لما يكبر سننا لا نذكر إلا الجميل نحن الآن نحن شباب فينا طاقة ما يهمنا حد نقول لك هذا واه عادي بس لما نصل فوق الخمسين ونبدأ نمسك العكاز نصلح نذكر الأحداث الجميلة حتى لما نجلس مع زوجاتنا مع أبنائنا نذكر الأشياء التي تسعدنا لهذا الآن وظيفتك وأنت شاب يافع تصنع السعادة تعلم ليه لأن ما بعد ذلك تصبح ذكريات السعادة وقود للاستمرار بالحياة لهذا لا أجمل لحظات العمر هي أن تجلس ربما مع ذاتك مع من تحب لتصنع السعادة لهذا أجمل فترة عند الشباب والشي أجمل فترة خطوبة الشاب لينسى كل شيء حتى الوظيفة يقول لك عادة لكن الخطوبة أجمل فترة عند الشاب والفتاة لماذا؟ لأن هذه فترة الخطوبة هي فترة السعادة كل منهم يصنع السعادة للآخر الفتاة حاول أن تسعد الخطيب أليس كذلك؟ فتتزين وتتجمل وتتعطر ولا تسمعه إلا ملذة وطاب من الكلام والخطيب لما يأتي أيضا عندها للزيارة طبعا يكون أخوها جالس في الزاوية طالحة والأم جالسة والخطيب لما يدخل البيت يأتي بوردة يأتي بهدية ويسمعها ملذة وطاب فهذه تصنع السعادة لخطيبها وهو يصنع السعادة لمن؟ لخطيبتي فأنت كلما صنعت السعادة كلما كانت ذكرياتك جميلة وتصنع السعادة لذاتك هذه الحياة امنح تأخذ امنح السعادة تأخذ الإيجابية في الحياة امنح التشاؤم والسلبية لا تأخذ إلا السلبية في الحياة والتشاؤم هذه الحياة فلاذا اصنعوا الحياة ما زلتم في شبابكم ما تزرعونه اليوم من سعادة تقطفونه وأنتم قد على الشيب على رؤوسكم وانحنظ ظهوركم لكنكم تكونون طاقة للإيجابية اجلس مع كبير السن يمنحك إيجابية أكثر من الشاب ليس كذلك حنا زمان يوم ذيك فينا الأرض حنا يعني صغار يوم أحيان مشاكل وكذا كنا نفزة عند الأم ولا عند الجدة أقوى لجوء سياسي هي الجدة كانت صح؟ أقوى لجوء سياسي كانت الأم تلحق وأبوك الحق في العصة وأمك تلحق الله يعزكم في العالوة وانت تهرب وراء الجدة والجدة تفريد يدها الله يرحم جداتنا قوله أمين قسم بالله شتكت إلى جدت كانت تفريد يدها تقول ما حد يصيب وسيم أقوى لجوء سياسي حق الفيديو والأب أنا براويك بعدين والأم تقول والله ما تصيبونا علمت هذا الجدة كنا نلجأ إليها عافت الدنيا فكانت دائما تصنع السعادة كانت الوالدة اختصمت مع الوالد وين تذهب؟ عند الجدة أحيانا إلا أم زوجها والعكس كان الوالدة ضاق ذرعا وين يذهب؟ عند الجدة لأن الطاقة إيجابية لهذا كبار السن بحسب ما حصدتم وأنتم شباب ينبثق نور الإيجابية حولكم والناس تذهب إليكم الحكمة لا تولد فقط بالتجارب الحكمة ما تولد فقط بالتجارب الحكمة تولد بتعليم الناس التجارب وفوائد التجارب وإلا كل إنسان فينا يمر بتجارب بس الحكيم كيف عرفنا أنه حكيم؟ نعلمنا التجارب وأجمل تجربة في الحياة أن تصنع السعادة في قلوب البؤساء أن تصنع السعادة في قلوب من يحتاجها نحن يا سادة بلا سعادة جثث تمشي على الأرض نحن بلا تفاؤل جثث بأكفان تمشي على الأرض لهذا ازرع الحياة والسعادة في منازلكم والله ستعشق كل زوايا المنزل أسأل الله لي ولكم توفيقة والسداد ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيل الإيمان اشتركوا في القناة أروى من السعودية يا مرحبا بأروى السلام عليكم وعليك السلام يا أروى لو سمحت يا شيخة وشيحة بشكرك على البرنامج الله يسعوديك نعم وإن شاء الله تكون شهدي لك يوم القيام يا رب لو سمحت يا شيخة بأباطلك طلب وأبي منك لسيها تفضلي يا شيخة أنا مرة تاون في الصراح ما صليها فوقتها أحيانا ما صليها مرة هذا الشي يعني أحس بكاني بالضمير بس شوفي دائما كذا ما حسني يتعدل شوفي لو قلتلك أنت بالسعودية أي مدينة أنا بالطائف أوه مرحبا بالطائف مرحبا بالطائف وأهلها شوفي أنا لو قلتلك الآن عقوبة تارك الصلاة أنت تعرفين أكثر عني صح؟ و تحفظين عقوبة تارك الصلاة أكثر عني و عارفة أحكام تارك الصلاة تكاسلا و عمدا أكثر عني أهل المملكة ما أحد يجاريهم صح؟ أنا ما أدخل في هذا التفاصيل أنا مرة قلت أكبر عقوبة لتارك الصلاة أن الله حرمه من الوقوف بين يديه أنت يوم تتركين الصلاة لا تسألين وش عقوبة تارك الصلاة شو؟ لا أنت معاقب أن الله ما يريدك تكافي بين يديه الله ما يريدك تكافي تناجيه ولا يريدك ربنا تسجدي له ليه؟ كلا بل ران على قلوبهم هذه العلة فأنت لا تسألين وش عقوبة تارك الصلاة عظني يا شيخ قل لي في جهنم و قل لي في نار عظني يا شيخ قل لي أن في صراط وأني أحترق عظني يا شيخ قل لي أن تارك الصلاة كافر لا يدفن في مقابر المسلمين عظني يا شيخ قل لي لا تارك الصلاة فاسق لا ما أعظك بهذا الأمر أنا أقول لك الحرمان الأعظم بعقوبة تارك الصلاة أن الله حرمه أن يقف بين يدي ملك الملوك فأنت لا تقول يعطيني موعظة أقول أكبر موعظة في ذاتك أنت لو قلنا لك الملك منعك تدخلين قصرة أو ما يرضى يسلم عليك تموتين قهر ولا لا فكيف الله يمنعك أن تقف بين يديه حتى يمنعك أن تقول يا الله أكبر تقرأين الفاتحة هدنا الصراط المستقيم وأن تركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في سجودك الله حرمك من هذه من لذة هذه فأنت معاقبة بالدنيا قبل الآخرة والله أنا مرة حسني مرة يعني حس مقهوره بس ما في توبة عن مرحة القهر بدون يشوف كل شيء يحتاج عزيمة اللي يريد يتزوج محتاج عزيمة صح؟ ما تردد اللي تريد تنجي بعيال تحتاج عزيمة ما تخاف من ألم الطلق لا اللي يبني بيت يحتاج عزيمة الذن يحتاج عزيمة حتى نسويه صح؟ والطاعة تحتاج عزيمة كل شيء حولنا يحتاج عزيمة أما نحن أمة نتكاسل عن الطاعة يقول يا زين كيف الله يهديني؟ الله ما هداني لا الله هديك دال إنك أنت تسمع حديث وآيات و الله سمعك بس أنت ما عندك عزيمة أنت ما عندك عزيمة الله عز وجل ماذا يقول؟ وَمَنْ أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ ها هر ولا مَنْ يَبْدَأْ بِالْإِتْيَانِ أَنْتِي وَلَّا رَبْنَا أَنْتِي أَتَانِي مَشْيًا أَنْتِي وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ مَنْ بِدَایتِ الْخِيرِ فِيهِ مَنْ أَنْتِي 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 فالشاهد من الأمر الله عز وجل قل للأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا مَنْ بِدَایتِ الْخِيرِ الأسرة قلوبكم فكل شيء يبدأ من عندنا فإذا رأيك إنسان ضل الله ما يجبرك الضلين فمن شاء فليؤمن ومن شاء إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميع فإن الله غني الله ما يحتاجنا موسى قال لعباده ترى الله غني فالله ما يحتاج عبادتنا ولا يريد عبادتنا لكن أنت لما أنت تشاهدين الضال لا تظنين أن الله ضل لا هو ما يريد الهداية هو الرفض الهداية لما تشوفين رجل مهتد هو الذي أراد الفرق هذا أراد العزيمة والخير وهذا ما يريد علمتي الله عز وجل ما وصف الكفار جعلوا أصابعهم وين ها في أذانهم هم الذين جعلوا ولا الصوت الحق موجود في كل الزوايا لكن هو جعل أصابع في ايه في إذنه حتى يوم موسى ها واستغشوا ثيابهم صح وأصروا واستكبروا ايه استكبارا هم من اللي رفضوا ولا نوح يتكلم فلا أحد يضل لأن الله أضله كل من يضل باختياره علمتي أختي وتارك الصلاة تركها باختياره هو محروم باختياره هو الذي لا يملك العزيمة والله عز وجل لشانه جعله محروم أنه يقف بين يديه علمتي صلاة تركها العافية ولو سمحت يا شيخ أواك أواك تدعيلي ربي يحق اللي في بالي أماني يا شيخ تدعيلي من قلبك شو اللي يحقق شو إن شاء الله يكون شي خير يعني يا رب الله يحقق اللي في بالي قولي أمين أمين رب الله يساعدك ونت قدوا لنا يا شيخ وإحنا مرة نتصرف فيك نتصرف برنامجك الله يساعدك أنور تفضل هي أنور زي من معي أنور آلو آي نعم أختي 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 أمور اسمك لا أنا أمورد يا قولي أمورد يعطيك العافية يا أمورد الله يساعدك أنت وكلامك الحلو آمين وإياك قولي أمورد أهلا أنا بدي أسألك ثلاث أسئلة صغار أتمنى تجاوزني عليهم هلا أول واحد أنه طريقة التغسل من الجنابة هلا مثلا هون المي كتير بتنزع الشعر وأنه الشغلات في السشوار وهيك بنزع فالواحد كل يوم عم بضطر يتحمل فأنا قرأت على النت أنه هو بمعلش الواحد يغسل جسمه ويمسح على شعره فهل هل شي صح ولا لازم الجسم كله يتغسل أختي دقيقة أريد أفهم أنت دخلت في السشوار ودخلت في الماء ما في أنت السؤال هلا تطريقة التطهر من الجنابة هلا كل يوم عم بيصير حمام وهي المي اليومية لشتعر عم تنزع يوميا إيه؟ عم تنزع لشتعر وتخرب الشعر وتخرب الشعر هيا لازم تغسلين كل جسمك يا عم أختي يعني كل جسمك يا عم إذا كنت ذات ضفائر وكذا العبرة أن يعمم الماء على جسدك يعمم علمتي؟ بس هذه هو أنت ما تريدين تغسل شعرك؟ أنا هل قرأت يعني أنه لازم بس مسح أنه عادي يجب أن يعمم الماء أختي أن يعمم الماء علمتي؟ لكن مسألة الضفائر هذه إذا الحرم لها ضفائر في غسل الجنابة عادي تجعل الضفائر كما هي متى تحل الضفائر؟ في غسل إيه؟ تنتعلك في غسل الطهارة اللي هو الحيض تحل الضفائر ليه؟ لأن هذا مرة في الشهر بس الجنابة يعني متكرر علمتي هذا هو الخلاف لكن العبرة اتفق العلماء أن يعم الماء كل الجسد علمتي أختي؟ تمام سؤال ثاني هل التاتو الوشم حرام؟ أي تاتو فيهم؟ ترى أنتم الحريم مليون تاتو عندكم لا هو التاتو لأنه مثلا حواجب شوفي أختي يعني تشيلين حاجبك وتسوين تاتو تمام والله أنتم كل شيء خدعتونا فيه قسمنا بالله معنا ويقول لك والله العظيم قلبنا يتقطع الشباب حتى الحواجب رسمتوها؟ صار حظنا أكشو التربح الصبح أنت اللي عروس اللي أمسك أنت موجودة أنت نفسك أنت هي أنا يعني ما أعرف فأختي لعن الله النامصات المتنمصات الوشم حرام علمتي الوشم حرام لعن الله الوشمة هو لا يجوز لا يجوز ما عندي عذر أختي وهذا يعتبر يعني يعتبر نوع من أنواع الغش واحدة شيء أنا ما أتكلم عن نتف أنا أتكلم عن قصين كل حاجبك وترسمينه ترى ما أعرف ما أعرف أنتم كل يوم موضة صراحة تشقير تفقير تبخير مع الحاجب فكل يوم أنتم موضة تتو مؤقت تتو مستمر تتو حنة تتو أنتم مثل واحد اشترى سيارة لادا موديل 1979 متورط فيها كل يوم تصلي ما هو الواحد لما ما بيغير حاله الزلمة تطفع غير حالك بالشرع الله ما منعك تتجملي هو الله يمرك تتجملي حسن تبعه للمرأة وأجرينا عليه علمتي بس التجمل الله يريده بحدود الشرع يقول لك ربنا تجملي بس الوشم ما تسوينا سوي وشم مؤقت اللي ما فيه حفر جلد ما فيه ألم تعرفين الوشم المؤقت اللي يجلس ست شهور هذا حلال طالما فيه حفر جلد واستخدام إبرة ولا يدوم هذا حلال أيها هذا سوي وشم مؤقت حلال علمتي ست شهور ثلاث شهور شهر سوي طالما حكم حكم الصبغة الحنة حكمك حكم الصبغة التاتو المؤقت الذي ليس فيه أذى ولا جلد ولا حفر ومؤقت سويه علمتي تشقير حاجب سويه الإسلام ما منع تجميلك والله شعره نازله هنا في العين تقصينها قصينها ما يمنع الشرع تصبغين شعرك أخضر أصفر أحمر طير كاسكو تخليه ما عندنا مشكلة علمتي الإسلام يقول لك سوي تقصين شعرك شو سمونا هذه الشرع ما يمنعك أنتو بس تسألون عن الحرام أريد أسوي التاتو شو التاتو أسد من هنا مؤقت دائم لا وهذا ما يجوز علمتي طرق الحلال كثيرة جدا كثيرة طيب السؤال الأخير أنه أنا بشتغل على السوشيال ميديا بفساطين فأنا بنزل صور الفساطين بالعارضات اللي عبتينهم فهذا الشي حرام أنه أنا عم نزل الصور نزلي صور أعملي شوفي أنا لو قلتلك حرام ما يجوز أكون جاهل صح؟ وإذا قلتلك حلال واخذ راحتك أكون جاهل الشرع تقنين بمعنى نزلي حدك حساب انستجرام خلي أكاونت شخصي شو يسمونا؟ بروتكت أكاونت بروتكت شيء برايفت ولا تقبلين إضافة إلا البنات إذا حد دخل باسم بنته هو اللي يأثم مو أنت مظبوط أنت سويت الحلال على إمتي؟ مثل واحد عنده محل عارضات أسياء ما يفوت إلا البنات يشوفون عارضات الأزياء أو حفل أزياء واحد دخلت عندنا لابس نقاب واحد لبس نقاب ودخل اللي يأثم على من؟ عليه هو عليه نفس الشيء حسابات السوشال ميديا واحدة عندها محل تجميل عارض أزياء وعندها صور بنات نزل فستين لتفصلها وعملت برايفت الحساب خاص ولا تقبل إلا إضافة بنات جاء عندنا رجا دخل باسم دلوعة بوظبي مثلا وعمل له حد صورة بنت وانت وافقتي على من الإثم؟ عليه طبعا على رجا دلوعة بوظبي بس عرفت إختي؟ هذا الشرق الربح الحلال ها؟ الربح قديش لازم يكون لحتى يكون حلال بعض العلماء شوف مسألة الربح ماذا يكون بعض العلماء قالوا الثلث أن لا يتجاوز الثلث هذه المسألة ترجع يعني أن لا يكون فيه غبن فاحش ولا يكون فيه مخسر للتاجر سددوا وقاربوا علمتي؟ أكيد نعم يعطيك الهاتف نعم شكرا شكرا إلاك مرحب فاصلوا نعود إليكم سعيدة من الجزائر بعد أيامك يا شيخ يا مرحلة السلام عليكم وعليك السلام لا باس بخير الحمد لله والله إني متشغفة بسمع صوتك يا شيخ الله يسعديك يا سعيدة ونشكرك أحسن ها؟ نشكرك على هذا البرنامج اللي أكثر مرائع الله يسعديك الله يطوله بعمرك أمريني في الحقيقة أنا ما عنديش سؤال خص ديننا الحاليس لكن أنت كلمتنا كل شي يا شيخ الله أكثر من وين من الجزائر؟ طالب غير بارك عندي طالب المثل في الدعاء له إن شاء الله مريضة وعملية جراحية ونتدعو لها بشيفاء العاجل من بنتك؟ أمي الله يشافيها يعافيها إن شاء الله يا ربي سلمي عليها يسلم عليك الخير وقال سيضعي لي بذريات بحايا شيخ الله يرزقك يا رب الذريات الطيبة قولي آمين إن شاء الله وتقر عينك إن شاء الله يا رب آمين وراح نقول لك برك ما هو عنده كذب الذي كتبته وهل يوجد يوجد طبعة في الجزائر؟ اتوقع موجود كنت متطرفا هي موجود الكتاب موجود كتاب كنت متطرفا ما زال أنا بسوي دعاية لان كتاب كنت متطرفا موجود على فكرة تستطيعين شراه من موقع مداد للنشر كنت متطرفا اسمه بارك لا وفيك الشيخ آمين أختي يا مرحبا دعاية هذه نعم معي دينا من الإمارات يا دينا دنيا آسف دنيا نقولي ما قالتها بعصبية دنيا لا والله ما أصبه أنا عندي خالم سمني بناتها دينا دنيا ديالا داليا حتى إحنا نتوه متاهة يوم نسلم عليهم وإحنا دينا وداليا ودنيا لا تكوني بنت خالي وأنا ما أعرف يمكن يا مرحبا تفضل اللي الشرف والله الله يساعدك نعم بعد الأسأل طبعا أنت على الهواء قولي يلا أول شي يا شيخ أنا عندي سؤالين السؤال الأول أول شي أنا والدي مسلم نعم ما كان يصلي نعم وصراحة كان يكفر كتير توفى قبل سنة ونص سبب الوفاة كان جلطة بالرئة وفشل كلاوي وقبل ما يتوفى بفترة بسيطة عرفنا أنه عنده سرطان بالبن كرياس وهو ما كان يعرف وكان يتألم من بطن وألم مش طبيعي يعني جبال ما بتتحمله نعم هل بياخد حكم أنه المبطون بيكون شهيد؟ بداية مسألة ترك الصلاة كاسلا ترك الصلاة كاسلا لا يخرج الإنسان عن الإسلام عن الملة علمتي ما هو بيكافر ترك الصلاة كاسلا ليس جاحدا فرق بينه واحد يجحد الصلاة يقول ما في شيء اسمه صلاة وهذا كذب هذا يقول أنت كفرت أما رجل يعني يقولك والله عرفي صلاة ومقصر هذا يبقى مسلم ضمن دائرة الإسلام وهذا القول الراجح عند العلماء رحمه الله مسألة أنه كان يوم يعني يسب ذات الإلهية وكذا يعني هذا أمره لله عز وجل ما نستطيع يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه حتى لما سؤل في هذه المسألة أنه أطفال يسبون وكذا قال أو ناس قال سوء تربية ما نستطيع التكفير ليس أمر هين أختي علمتي التكفير ليس أمر هين نقول لا والله كافر وكذا نسأل الله يتوب علي ويرحم ويجعل مثواه الجنة ما عندي جواب أختي طيب هل له علاقة أنه إذا إجالنا بالمنام وجهه كويس هذا عندي برنامج الآن إذا أنا لأني بديت أتعب في الصراحة الألم فإذا كان متسع إذا شفت نفسي بإذن الله على خير بطلع على إذاعة القرآن وعندي هذا البرنامج ممكن السؤال التاني أنا والدتي مسيحية والدي عمره ما قالها تسلم بس اللي عرفنا أنه صحيحنا لما تتوفى ما بيجوز نقول الله يرحمها شوفي مسألة الترحم على غير المسلمين أو مات على غير الإسلام مسألة نزاع بين أهل العلم رحمهم الله منهم من يرى أن الرحمة نهى الله عز وجل لشانه نبيه بالترحم أو الدعاء أو الصلاة على غير المسلمين ومنهم من يرى أن في النهاية هذه رحمة الله عز وجل وكلنا تحت رحمة الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فهي مسألة خلافية علمتي في مسألة الترحم على غير المسلمين ونسأل الله عز وجل أن يتوبى على الجميع علمتي آمين نعم طيب أنا أحب أحكي معك تحت الهوى لأنه على قلتك جبت العيد أنا ما جبت العيد أنا جبت أم العيد وخوات العيد والعيد نفسه والعيد نفسه شم سويهم؟ سويهم صيبة مصايب الله تك العافية الله يرافك الله كم عمرك؟ 35 وجاي بمصايب هل هو 40 منصوم إن شاء الله أبشر خذوا رقم داليا ديانة داليا دنيا دنيا خذوا رقم دنيا شكرا الله يزيك لخير أهلا وسهلا آيات من الإمارات يا آيات آلو نعم تقول يا آيات السلام عليكم وعليك السلام يا آيات بس أحب أحكي معك أشكره كثير على هذا البرنامج آمين وياكي وإحنا كثير بنتعلم منك ما شاء الله عليك يعني وياكي وبي أحكي لك إنك تدعي لي بالدرية الصالحة الله يرزقك قولي آمين آمين الله يسلمك يا ربي وبيدي منك إنه بعد إذنك يعني يعني أغلبك إنك تحكي معي على تحت الهوى يعني إن شاء الله يا آيات شو بعد يا آيات بس يعني أغلبك ما تنسى بعد إذنك إن شاء الله يا آيات شو بعد آمين وبيدي أحكي لك إنه هيك يعني يوم يعني تعمل افتتاح بالحلقة عن الإبتلاء إن شاء الله يا آيات لأنه يعني لما أنت تحكي هاي الفقرات البسيطة منتعلم منك يعني منتعلم منها وبعدين ممكن أنا أكون عارفة هاي الأشياء بس غيري ما يكون عارف يعني إن شاء الله من عيوني يا آيات شكراً كتير إليك شو بعد خلص يسلم بس أغلبك إنه تحكي معي إن شاء الله يا آيات غيره يا آيات بس لا شكراً إليك كتير إن شاء الله يا آيات زينب من العراق السلام عليك وعليك السلام يا زينب هاي قولي يا زينب أحب أشكرك عن كلام الطيب اللي تقوله بالعراق دائماً والله أنا أحب العراق والله اللي ما يحب العراق ما يعرفش الععوبة شبعاً جزيلاً الشيخ واسيين ما تتخيل هنا شعبيتك زياد الناس يحبوك دائماً يعني الواتساب الشارع منه أنا أقول لك شيء أنا العراقيين يعني أنا في كل دولة عربية موجودة في حد يخرج يعادي يسيب وسيم ويشتم وسيم وردع وسيم خصوصاً الدول اللي تكثر فيها الإخوانجية والظلامية دون ذكر أسماء بحير فأدوهم يطلعون وسيم وسيم العراق الشعب الوحيد لماذا أسأل وسيم تستطيعون شعبيتك كل شوائح والله العظيم العراق تجي الزور العراق إن شاء الله فرض احترامه يعني أنا أحبه احتراماً وحباً ورغم أنفي لأنه فرض احترامه الشعب العراقي شكراً شكراً لا أحد ينافس الشعب العراقي كلامهم لهجتهم جميلة الله يزوجكم عراقيات قولوا أمين لهجتكم جميلة عاداتكم جميلة تقاليدكم جميلة أنتم شعب يحب فعلاً وعلى فكرة أقولكم حاجة أنا بالي به السوق بس أتكلم فيه الآن أنا في نهاية الدكتور تفسير بس راح أتكلم اسمحوا لي أنا وظيفتي الشباب وأقيس أحياناً صعود الشباب ونزول الشباب وأحب أطالع الشباب إلىين أتوجههم بس ألكم سؤال أنتم تسمعون أغاني صح؟ وأنا عندي الأغاني بحسب كلمة صح؟ تسمعون أغاني ولا كلكم طاوعة؟ شباب شباب شبه لكم تسمعون أغاني؟ اعترفوا خايفين مني ما تلاحظون من الآن سوق اللي فوق في الأغاني اللي فيها السعادة وحب ومشاعر؟ العراقيين صح؟ ليه؟ لاحظ كل أغنية تجد العراقيين إذا غنناها عراقي بالملايين كمشاهدة وكاستماع وكل أغانيهم تعبر عن حبهم وأحساسهم تعرفون ليه؟ من يتوقع ليه؟ لأن الشعب العراقي تعب من الحزن تعب من الأحزان شعب العراقي ذاق حرب مع إيران صح؟ وذاق حصار وذاق من داخل فتنة بين طوائف الإسلامية شعب العراقي ذاق الجوع فأراد الآن يعبر أني أنا أشتاق أني أحب أعبر عن أحاسيسي كذا فليهذا تجد الشعب العراقي الآن في القمة في كل شيء بالتعبير عن المشاعر أصدق الناس العراقيين في التعبير عن الحب أصدق الناس العراقيين عنا في الدول العربية إذا شفت حد يغني على الحب يغني رواجا العراقي يغني من قلبي أسألكم سؤال من أحسن وصفا لألم السرطان المريض أو الطبيب المعافى المريض المريض اسأل المريض السرطان يقول كيف تشعر هنا ألم وكذا والدوى أحسب الطبيب يقولك يشعر المريض بكذا كذا بس ما هو شعر كذلك العراقي يوم يتكلم عن الحب لأن ذاك الحزن والألم والفقد ما يوجد بيت عراقي إلا وفقد حبيب ما يوجد بيت عراقي إلا وفقد حبيب إما فقد على أيدي الصفويين أو على داعش أو فقد جوعا أو حق ما يوجد بيت عراقي إلا وذاك الحزن فلما يعبر عن حب أصدق الناس تعبير عن الحب العراقيين أرفع لكم القبعة شكرا لكم يا أهلا العراق شكرا جزيلا لك طبعا مقدمتك اليوم كانت روعة عن السعادة يعني كليش حبيتها بس شيخ واسم عندي سؤال أريد أسألك يقولون أن المناطق اللي بيها عذاب يعني البحر الميت مداء صالح يقولون هاي المناطق لا يفعل اسمع بس أليك سؤال البحر الميت عذاب لقوم من قوم لوت قوم لوت اسمعي مخرج تسمح لأقوم ولا صعب مخرج من المخرج معنا يلا البحر الميت طول البحر الميت حوالي 100 كيلو في الأردن يقع في غور الشام في غور الشام في غور الأردن عفوا البحر الميت طوله 100 كيلو يمتد البحر الميت من هنا لهنا مثلا هذه المنطقة ها عندنا شي سجادة اسمعي البحر الميت أنا آسف أحب أشرح لك فرضا هذا الأردن عادي هذا البحر الميت مثلا هذه البقعة البيضة البقعة البيضاء البحر الميت أوكي هذا البحر الميت مزين 100 كيلو قوم لوت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر دخل قري عذاب العذاب أو مشى بها مثلا مشى على قرية مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإسراع النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى ثوبة مثلا رأسه يبكي تباكه كما قص الله عليه وسلم زين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقط إذا مر بجنب القرى التي هلكت بس ولا مئة كيلو يبقى يمشي هذا الأمر عند القرية نفسها مساحة القرية اثنين كيلو ثلاث كيلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المساحة إذا جاء ورها لكن إذا طاف صلى الله عليه وسلم وأصبحت وراءه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي عادي والأمور طيبة هل يعقل قوم لوت مساحة قراءهم 100 كيلو لا ممعقولا أنا أسألك الآن أكبر مدينة أكبر مدينة في الوطن العربي اللي هي القاهرة والرياض صح هل يعقل مساحة مثلا الرياض مثلا 100 كيلو عرضا القاهرة مثلا 120 كيلو مثلا عرضا هل يعقل الآن قوم لوت كانوا بهذه المساحة كمساحة كانوا قرية صغيرة قراء لوت كانت قرية صغيرة هذا الانجراء لما رفع الله عز وجل رفع القرية لما وقع خسفة الأرض على مساحة تمتد من بحير الطبرية من أم قيس وبحير الطبرية حتى يعني غور الأردن نهاية غور الأردن هذه المنطقة فهل إذا نحن حكمنا أن البحر الميت هي منطقة العذاب لا بحر الميت هي نقطة تجمع الماء وإلا عندك قبل البحر الميت في منطقة درعلة في منطقة الشونة في منطقة الحمة الحمة الأردنية في منطقة اسم العدسية في منطقة كيف تذكرت المناطقة في هذه المناطق هل يعقل أن كلها ممنوع نسكنها لا إنما هي بحر الميت منطقة تجمع إذن بما أن الله عز وجل إحنا ما نعرف وين بالضبط قرية لوت حتى نمر عليها لأن هذا منطقة تجمع ماء إحنا ما نعرف أين بالضبط قرية لوت ولا أين القرية المخسوفة حن الله عز الأخفاها عنها ما نعرف إذن لا تأتي تقول لي حكم زيارة البحر الميت حرام لأنه أنت ما تعرف أين القرية بالذات حدد القرية مثلا مثلا لو جاء بعد الزمن قال منطقة قرية لوت هنا مثلا واحد قال منطقة قرية لوت هذه المنطقة خلاص هذه المنطقة لا تزورها لكن باقي البحر الميت تزورها صح أم لا إذن هي المنطقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان في المناطق التي وقع فيها العذاب نحن نجزم يقينا يقينا فيها ونصا ومكانا ولا يغلب على ظننا فكيف البحر الميت حينما نعرف لا ظهر المدينة ولا ظهر أين القرية ولا ظهر فيها شيء نقطة تجمع الماء لهذا اللي يقول لك من المشايخ الدين زيارة البحر الميت حرام وللعلم بحر الميت فيها إنتاج أدوية أيضا وفيه مناطق علاجية ومناطق كذا علاج الشيخ الدين اللي يقول لك البحر الميت حرام زيارته لأنه قوم قرية لوت قولي له على هذا المقياس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على قرية كما جاء في الحديث معذبة أيا كانت خذ مساحة 100 كيلو عرض و100 كيلو طول إذن تدخل فيها حتى المدن العادية لأن مثلا فيه مناطق في البحر الميت قريبة منها مأهولة مسكونة تبعد عن البحر الميت 10 كيلو إذن إنت شو الفرق عندك تجمع الماء فرضا لو زاد الماء البحر الميت يتوسع ولا لا يتوسع فإذا أصبح عرض البحر الميت 120 كيلو 200 كيلو هل يصبح كل البحر الميت زين إذا قل البحر الميت مثلا أصبح عرضه 50 كيلو وذهب منه 50 كيلو شمالا وجنوبا إذن هل تصبح هذه المناطق حلال فديننا الفضل له واسع لكن يحتاج بعض بالتدبير والتفكير وأشكرك جدا أختي على بالسؤال والله يصلي لا يا شيخ واسم بس أطلب منك طلب عيوني أولا بابا هو يحبوك يسلمون عليك بس رجاء أخي الغير كان قبل يصلي ممكن توجهنا رسالة كم عمره أخوكي كم عمره 24 سنة 24 سنة ما يصلي للحين نعم الله كان يصلي ومن سافر تركيز فرق وين سافر عمان سافر العمان يدرس أنتوا من عمان لا أحنا بالعراق في العراق إن شاء الله أنا لازم أسوي حلقة لكن الوقت خلص سلامي للوالد وسلامي للوالدة وسلامي لأهل العراق جميعا الله يحفظكم وأنا أحبهم وأسأل الله لي ولكم توفيقة والسداد نلتقي بإذن الله غدا نسودعكم الله اشتركوا في القناة كي يعيش العمر باطمئنان بالرحيق العلم والإيمان